عشان تختم برضا كلمة علش فكرة الكلام في حتة ان النادي الاهلي عنده اصابات كتير طول عمرنا بنسمع الكلمة دي والناس مش يعني يعني ليه دلوقتي ما بقيتش تتذكر او ما بيقولهاش عشان خطر النهاردة النادي الاهلي ده غلب مثلا او النادي الاهلي بقاله فترة وحشة هو مش الاهلي بيمان حضر بصك ابتنى الاهلي بيمان حضر وزماج بيمان حضر وكل اللعبين كويسين ومانشستر سيتي بيمان حضر وولما دي بيمان حضر بس هي النقطة فين انا اكتبولها في الانترون النهاردة لو انا مثلا في مانشستر سيتي غاب عني هانند وكيفين دي بروين وستونز وآدرسون هيكسب مانشستر سيتي بالمناسبة بس اكيد هيتقصر على كده ياربون كلاب صعبة قوي الدنيا عنده ده عنده مو بيتقصر اه انا اقصد ايه بس عشان امورة تبقى واضحة انا انت النهاردة مثلا لو زيزو مش موجود وعبدالله سعيد مش موجود نهاردة خصرت ازيزو فتوح في شوت صح ودول اللي هما اصلا الفرقة انت مدرب صح كده اكيد لو عندك اربع خمس لعيبة من قاسين فجأة وقعوا مع بعض اكيد هتتأثر حتى لو انت كمدرب هتحاول تعوضهم بس اكيد هتتأثر مش هتقول مش مشكلة انا عندي لعيبة كتير انا كان عندي فريق اساسي الفريق الاساسي ده هو مصاب دولة الاساسي واللي احتاطي بيروح نازلين مزلا زي طاعة دولة الاساسي بتاعي وقع فانت بتلعب بالناس اللي ما بيلعبوا وقت قليل فانت هتيجي تغير بمين بتغير بناس ابعد من الاموت فهي دي النقطة